السلام عليكم ورحمة الله. هنتكلم على اعطال التلاجة العادية ديفروست البابين. طبعا هنتعرف على كل الاعطال وازاي نقدر نحل الاعطال دي. اول حاجة المبخر يعمل بحالة جيدة. المبخر اللي هو الفريزر. والمراية تعمل. والمراية لا تعمل. التلاجة بابين ديفروست بيكون عبارة عن فريزر ويكون عبارة عن كابينة تحت آآ باب اللي هو تحت. بيكون في جزء من الباب دوت بيكون في الوش اللي هي المراية. نسميها المراية او اللوحة. دي اللي بيكون عليها التلج والسبب التبريد اللي تحت. لو المبخر شغال كويس. الفريزر شغال كويس. لكن المراية ديت معلاش اي تلج. ما فيش اي تبريد فيها. فالعطل دوت آآ بيكون شائعة جدا. السبب المحتمل فيه تسريف الدايرة. آآ لو التلاجة المراية ديت في بعض التلاجات بيكون زهرة. زهرة قدامنا. آآ بعض التلاجات التانية بيكون ورا التلاجة بيكون فيه وش بلاستيك. ده بيكون فوق المراية ديت اللي هي المعدن بيكون فيه وش بلاستيك اللي هو بتاع التلاجة عادي عشان ما تبانش قدامنا. لكن بيباني جزء التلجة طبعا. طبعا لو حصل فرق ما بين البلاستيك بتاع التلاجة والمعدن اللي جوه. حصل انتفاخ مش لازق كويس جدا. طبعا التلج اللي هيتعمل هيخلي آآ البلاستيك بارز يطلع لبرة فيه انتفاخ. فالتبريد مش هيبقى كويس. فده سبب من الاسباب. آآ في حالة العطل دوت. ده العطل. العطل التاني تسريف في الدايرة. يعني ايه تسريف في الدايرة? يعني في آآ مصورة تأكلت. فده سبب صغير بيخلي الفريون يخرج منها. وده ممكن يكون سبب تاني في ان الفريون بيقل. لما يقل طبعا بيبدأ من المراية فما يكونش فيها تبريد. والفريزر آآ بيكون في تبريد بعد فترة. ممكن بقى على حسب آآ المصورة اللي هي فيها السجب دوت. بعد اسبوع بعد شهر ممكن يظهر كمان التبريد مع الوقت هيمنع خالص. سنة التلاجة في الحالة ديت لازم نكشف على وجود زيت في الوصلات. طبعا اللحمات بتاع الوصلات التلاجة لو مرشح عندها زيت بيكون التسريب من هنا. لو في لحمات. وكمان المباخر الفريزر ممكن يكون حد فيه سجب او تآكل فلازم نبحث عنه ونبحث كمان على الشبكة في الاخر ممكن يكون فيها المشكلة او آآ التسريب منها. فده السبب. آآ السبب العطل التاني تراكم التلج على المراية والتلاجة لا تفصل. يعني المراية اللي هي بيكون في الباب اللي تحت عليها تلج كتير جدا والتلاجة ما بتفصلش. فالسبب تراكم التلج هو عدم الفصل. لان لو التلاجة بتفصل هتنزل التلج زيادة وترجع تعمل تلج من جديد فمش هيكون في التراكم كمية التلج دي آآ الكبيرة ديت موجود. وطبعا ده بيسبب مشاكل ممكن ياخد جزء كبير من التلاجة وممكن كمان غلط على كباس التلاجة ان هو يشتغل باستمرار فالعطل الاول ممكن يكون السرمستات. سرمستات بايز ما بيفصلش فده بيتغير. او آآ عطل التاني البلب بتاع آآ السرمستات طبعا بيكون في اخره كده جزء. ما بيكونش محطوص في مكانه. المكان اللي هو بيكون فيه اللي بيحس آآ بالتبريد او التلج. فبيفصل التلاجة. ما بيكونش موجود في مجانه. وده طبعا لما يكون حصل صيانة. وما بتحطش في مكانه فما بيشتغلش. لازم يكون في المكان المحدد له. آآ تالت سبب آآ الترمستات على درجة عالية. طبعا ممكن يكون الترمستات معانا شغال. والوضع بتاعه كويس وكل حاجة. لكن على درجة عالية. الدرجة العالية هتخلي التبريد يكتر. زيادة عن اللزوم. فيكون تلج. فلازم نقل الترمستات على الوضع المناسب او الرقم المناسب له. آآ فصيانة التلاجة في الحالة دي تأكد من وقود البلب الحساس بمكانه. تقليل درجة الترمستات على واحد. ده علشان الاختبار وممكن ترجحها على اثنين او ثلاثة بعد كده على حسب. علشان تتأكد بس من الفصل. في حالة عدم الفصل. وهو على واحد. التلاجة. آآ عدم فصل التلاجة. يبقى بنغير السرومستات بتاعي. ودي تقريبا معظم اعطاء للتلاجة البابين. آآ دي فروست. اللي هي العادية مش بخار. فلو في اي حد عنده عطو تاني او عنده مشكلة تانية عايز يدع رفة ياريت يكتر. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة.